المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمواني أو نائب رئيس الهيئة العامة للمواني أهلا بك أستاذ مساعد نعم فضلا أستاذ الله بالخير في البداية هل استثنت الخطة الجديدة بعض المنتجات أم تطبق على جميع المنتجات والسلع أولا خياركم الله وبسم الله والصلاة والسلام على شرح بإمكانكم المتحدين طبعا هي الحقيقة لم تستثني أي من المنتجات لأن الوكيل الملاحي عندما يرخص له فهو معني بيعني ما على الشفينة للبضائع كاملة سواء كانت حاويات أو بضائع سائدة أو سيارات أو مواد غبائية عموما هي لم تستثني أي من المنتجات طيب تحدثنا عن أبرز التعديلات والتسهيلات التي قدمتها في الخطة الجديدة هذه طبعا كما يعني أعلن صادقة وقلصت العقاد الفورية الحقيقة على مستوى الوقت حصل تقليص من 20 يوم وحيانا إلى يومية ونعمل حاليا الحمد لله على تقليصها إلى 24 ساعة من هذا الفعل يعني سنصل بين الله إلى أنه يصدر الترخيص الملاحي خلال 24 ساعة من تقديم الطلب هذا على مستوى الوقت على مستوى المستردات كان يعني كان الطلب على العديد من مستردات مثل السجل التجاري شهادة السعودة الغرفة التجارية وشيء أخرى صحيح الآن فقط يدخل على منصة فسح ويقدم الطلب ويدرسه خلال زي ما قلنا يوميا وإن شاء الله الآن يصدر خلال 24 ساعة يصدر الترخيص بالموافقة أو في الرغم إذا كان عامل يؤدي للرغم جميل أستاذ مساعد بس عشان أؤكد على نقطة أنه أنتم الآن تعملون أن يكون 24 ساعة تعطونه الأبروفيد الموافقة النهائية بإذن الله تعالى وسرعنا ندالك قريبا إن شاء الله حدثنا عن دور اللجنة لجنة تحسين الأعمال تيسير في تطوير وتسهيل الإجراءات في الموانئ نعم طبعا لجنة تيسير وهي اللجنة التنفيذية لتحسين أداة الأعمال في الإخطاء الخاص ناشت لها دور كبير جدا في تسهيل ومارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وبالطبع تحسين بيئة الأعمال من تلك الأنشطة وهي شريك رئيسي لنا فيما تم التنفيذ من صنعة الحمد لله إصدار الترخيص خلال يومين وزمد من أفضل ساعة الآن الترخيص يصدر عن طريق منصة فش وهذه تابعة لنا مع شريك التبادل الآن نحن في مرحلة ربط مع منصة مراس وهي التابعة لوزارة التجارة ومشربة عليها وزارة التجارة حيث إن شاء الله يتم مصدار الترخيص من خلال منصة مراس حيث أن التاجر أو المستثمر يتم جميع إجراءاته من خلال منصة مراس لا شك أن لجنة تيسير لها دور كبير جدا في تسهيل هذه الإجراءات طيب الآن هل تطبق في جميع الموانئ أو بصيغة أخرى فقط في ميناء واحد تطبق الآن اللي هو موانئ واستثنية موانئ أخرى لا هو تطبق الآن في جميع الموانئ ليس هناك استثناءات بل عكس إحنا الآن نسعى إلى أنه الآن عندنا مثلا على سبيل الإمثال كل وكيل ملاحي يكون في ميناء معين إحنا في خطوة ثانية برضو لتسهيل الإجراء إن شاء الله تعالى أن يصدر ترخيص للوكيل يغطي جميع الموانئ يعني لا يغطي ميناء واحد بل يعمل بجميع الموانئ وهذا إن شاء الله سيعمل قريبا بإذن الله طيب خمسة مليون حاوية هي الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة الخمس أستاذ سلمان قلت خمس موانئ العام الماضي حوالي خمس مليون حاوية من الموانئ تسع موانئ تسع موانئ هل هذا يعني برأيك كما كانت المملكة سوق المملكة موقعها الاستراتيجي الخطوات والتطورات الكبيرة التي تتشهد المملكة هل هذا الرقم مقنع بالنسبة لكم لا ليس مقنع بس خلينا صحيح معلومة هي ليس الطاقة الاستيعابية أنت قلت خمس ملايين هي طاقة الاستيعابية هذه الخمس ملايين هذه اللي تم مناولتها من الرصيف انطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية في نسبة الحاليات 13 مليون حاول جميل ليس خمس ملايين خمس ملايين هو ما تم مناولته وكانت وصل 6 مليون أحيانا 6 مليون ونص لكن مع الركود الجزء للإقتصاد وزن إلى 5 مليون طبعا نحن لا نطلع بالطبع لأن الرقم يكون أكبر وأكبر بكثير بإذن الله تعالى عشان كده الهيئة العامة للموانئة تعمل الآن بإذن الله تعالى على جد أكبر حصة من التجارة العابرة وهذا بإذن الله تعالى طبعا بعد تعزيز القدرات اللوجستية لها أنه سيكون هناك ارتفاع لهذا الرقم بشكل إن شاء الله يكون مرضي للإقتصاد الكبير من الملكة العربية السعودية طيب 13 مليون الطاقة الاستيعابية وصلتوا إلى الرقم هذا من قبل لا ما وصلنا لا لا هذه الطاقة الاستيعابية لكنها ما وصلنا لا وصلنا إلى 7 مليون حاوية 7 مليون حاوية طيب يعني الجهود والأمال عليكم كبيرة أمانة وبشهادة المخلصين الجمهوركيين ورجال الأعمال واللي يعملون في الموانئ هناك تحسن ملحوظ وخفت كثير موضوع التكدس في الموانئ وكذا سؤال أخير بماذا تعد في المستقبل المنظور يعني ما هي برامجكم في كل ما يتعلق بتسهيل الاستيراد والتصدير نعم أول شيء نتشرط بعدي الشهادة من الأخوة الزملاء اللي هم الحقيقة الجزء من هذا النجاح سواء المخلصين الجمهوركيين أو الوكالات الملاحيين الموانئ والحيئة العامة البالي الحمد لله تعمل الآن طبعا وفق اللي يخصها من رؤية 2030 اللي هو تعزيز القدرات اللوجستية للموانئة السعودية ولكن على العديد من المناطق البالي الحديثية اللي حتى إن شاء الله تنشأ في الموانئ هذه حتكون عامل مساعد ومعزز لجذب زي ما بتكبه شوية الكجارة البحرية هذا بإذن الله سيرعكس إيجابا وبي نسب مرضي أهلنا وللجميع بإذن الله ونحن هنا في ساعة في الاقتصاد نتابع بإذن الله معكم مستقبلا كل التطورات نائب رئيس الهيئة العامة للموانئة الأستاذ مساعد الدريس شكرا جزيلا